اشتركوا في القناة 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 المصحوبة بنية التتبع والاطلاع على مفاتي الناس فهذه حرمها الاسلام ومن الحياء عدم التجسس واتباع عورات الناس من الحياء ان يحاول الانسان غذ بصره وغذ أذنيه وان لا يحاول معرفة والاطلاع على عورة الناس وعلى أحوال الناس وعلى ما يدور في بيوتهم من حديث ومن معاملات ومن داخل ومن خارج فان هناك مرض اجتماعي معناها من بعض الناس لا لا يرعوي ولا ولا يشعر بالهناء إلا إذا صعد السطح واطلع على ما يجري في دار فلان وأسغى بأذنيه لما يجري في منازل الناس من أحاديث وبماذا يدخل هذا إلى بيته وبماذا يخرج ومن ترق عليه الباب ومن قدم إليه ليسأله هذا عيب في الناس وهو من قلة الحياة ولابد للإنسان أن لا يتبع عورات الناس ولا أحوال الناس ولا أعرض الناس ولا ما يدور في مجالسهم وفي بيوتهم مما يدور في البيوت ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا لا تحسسوا ولا تجسسوا قال علماؤنا التحسس هو يكون بالعين التحسس هو بالعين والتجسس بالأذن معناها ما تعطيش ما تتبعش بعينيك وما تعطيش وذنك لما يدور في بيوت الناس وفي ذكاكينهم وفي محلاتهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تختاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ما تتبعوش عورات الناس ما تتحاولوش ما تتطلعوا على عيوب الناس وعلى أحوالهم لأن الرسول يقول من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته عوراته اللي تتبع يحاول بشي يتعرف على أحوال الناس وعوراته رب سبحانه وتعالى يتتبع يتتبع عوراته ويطلع على عوراته ثم يكشفها للناس حتى ولو كان ذلك ما فعله في قعر بيته أو في جوف بيته ولهذا اللي يتبع عورات الناس رب يهد بأغضم خطر وأن يتتبع عوراته وأن يفضحه وأن يكشف أمره لكل الناس ولو كان ذلك الأمر في جوف بيته ومن الحياة أيضا هو عدم المجاهرة بالمعصية نحن لا نشجع على المعصية ولكن رسول يقول صلى الله عليه وسلم وإذا عصيتم فاستتروا لا أقل من أن إنسان إذا أصيبه ببداء المعصية لا أقل من أن يتسطر على فعل المعصية وأن لا يجاهر بها وأن لا يتحدث بها وأن لا يتباه بها لأن المجاهرة بها هو إعلان لها وكأنه يحاول بهذا كشف ونشر هذه الرذيلة في الأوساط الاجتماعية حتى يتعود عليها وتصبح خلقا عاديا كما نرى من أحاديث البيوت ومن أحاديث الخاصة بين الرجل والمرأة وأسرار الغجال وأسرار النساء وعورات البيوت وأسرار العائلات أصبحت اليوم حديثا في القنوات أصبحت حديثا أصبح الإنسان حينما يتكلم عنه وكأنه يتكلم عن أمر عادي بسيط لا يثير أي شيء وهذا من سوء الأخلاق يقول المجاهي من الجرأة على الله من الجرأة على القيم من الجرأة على مقومات المجتمع المسلم ومن الحياء سطر مفاتن البدن يا أخواني رب سبحانه وتعالى رب الإنسان ومن ما ظهر تكريمه أنه خالد باس أن منعه يسوأته هو وحواء تفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وهذه قضية الستر فطرة في الإنسان هذا اللي تميز به الإنسان عن الحيوان أنه لا يظهر أمام الناس في الصورة التي خلقه الله عليها بل عليه أن يلبس الثياب وأن يسرع عورته ومما يتطلبه الإسلام أن يحتاط الإنسان وأن تحتاط المرأة معها في اللباس يكون ساتر يكون حامي يكون واقي ما يكون محصور ما يكون مفاتنها مكشوفة للناس وهذا راه مش من نقطة الحرية لتون شاء الله أن تكلموا عليها ليس من الحرية الشخصية ولا من الحرية الاجتماعية أن تخرج المرأة فهمت وإلا يخرج الرجل في ثوب قصير وإلا في ثوب شاطئ المستعمل للصباحة يخرج به في أوساط الناس وفي شوارع وأمام البيوت وفي الدكاكين وكذلك المرأة لا ينبغي لها كذلك أن تظهر إلا بما يسترها ويغطيها ولا أن تظهر في ثوب مكشوف ولا في ثوب شفاف ولا في ثوب حاصر لكافة قطع بدنها هذا مما يتنافى مع القيم الأخلاقية وكذلك من الحياة أن المرأة حينما تخرج من بيتها وتدخل للدكاكين أو للمرشي وإلا كذلك تشري شيئا رب علمنا شكالي نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتنا فلا تخضعنا بالقول لا تخضعنا بالقول أكل أسلوب اللي ربما تسعملوا بعض النساء في كل لغة الرقيقة وفي الأسلوب اللطيف وكالتودد للبائع وكالتمسيح على ظهر البائع وعلى كتف البائع هذا كل مما عابه الإسلام تتكلم كلاما عادية ولا تظهر بمظهر الرقة وعناها والضعف والإنحلال حتى لا يطمع فيها أحد من الرجال ومن الحياء أيضا ومن الحياء أيضا هو توقير الكبير قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا احترام الرجل الكبير معناها وذية برشا ناس وقتل يقولوا لا يا سيدي هو الحرية والمساواة تقتضي أن نتعامل وقلنا كيف نعامل بعضنا كيف بعضنا وكأننا من نوع واحد لا صحيح الناس كاسنا نلمشته هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فما الناس لابد باش نحترموه لسيفة فيهم اما لكونه كبير او لكونه امرأة او لكونه عالم من العلماء يجب ان يحترم ولكل مقامه في المجتمع فلابد ان نحترم المقامات وان نحترم المستويات وان نحترم الاوصاف اللي يتمتع بيها كل واحد مننا فلا نعامل الشيخ في الحافلة كما نعامل الشاب ولا نعامل المرأة كذلك في الحافلة كما نعامل الشابة صغيرة فمن الخلق ومن الحياة انه اذا كان تلعت امرأة كبيرة سعم بجلوها حتى تطلع هي ويطلع الرجل الكبير وبعد نخرجه احنا وحتى اذا كان ملقاه واشه الرجل الكبير او المرأة الكبيرة ما كان في الحافلة نقوم ونحطيها مكاني احتراما لسنها واحتراما لشيخوختها واحتراما لضعفها وكذلك وجوب احترام العلماء وتوقيرهم وتبجيل العالم وتكريمه وتخصيصه بمقام يتناسب معه وهذا ما كان جاري في العصور القديمة بين العلماء وبين طلبة العلم معناه كامل الاحترام كامل المودة كامل التقدير حتى يكون معناه هناك مرتبة للعلماء خصهم ربي سبحانه وتعالى بها نتيجة لعلمهم مش نتيجة لشخصهم ومن الحياة أيها المؤمنون هو عدم رفع الصوت عند النداء وعند الكلام عدم رفع الصوت ناس القام في الطريق يصيح ويعيط على ولده ولا يصيح ويعيط البنت ولا الخوة تلقى في دار يتحدث لعيات امتاعه والاحديث امتاعه وتلقى في الشارع تلقى في دار الجيران هذا ليس من الأخلاق وليس من الحياة من الحياة أن الإنسان إذا تكلم هادئا تكلم كلاما لطيفا لا يرفع صوته ولا يجهر بالقول ولا يصيح في الطرقات فقد كان من صفات رسول الله أنه لم يكن سخابا في الأسواق لم يكن يعلي صوته ولم يكن يصيح في الأسواق ولم يكن يتكلم بصوت مرتفعا لأن هذا مما ينقص من مهابة الإنسان وينقص من قدره ولذلك نلقاه من نصائح سيدنا القمان لابنه يقول له واغضض من صوتك نقص من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير معنا شبه سيدنا القمان الصوت العالي والنداء بصوت مرتفع أشبه ما يكون حشاكم بصوت الحمير فمت فلا يليق بكرامة الإنسان أن يتحدث بصوت مرتفع ولا أن يصيح ولا أن يضج ولا أن يفجع الناس عند الحديث ومن الأشياء التي ربما لا تعتبر حياء والناس تعتبرها حياء هو أن لا يمنع الحياء من قول الحق برش ناس يحجم عن قول الحق نتيجة ماذا يقول لك يحشمت والله يحشمت أو يكون في قولة الحق حياء لا حياء في أن تقول كلمة الحق ولا حياء في أن تأمر بمعروف ولا حياء في أن تنهى عن المنكر لكن كيف ما بينا دائما وأبدا بك الطرق الحكيمة الطرق الرشيدة الطرق السمحة اللي تقرب الناس وما تنفرهمش كما لا يمنع الحياة من طلب العلم ومن السؤال على ما ينبغي أن تتعلمه وأن تعرفه وقد كانت كما قالت السيدة عائشة في وصف نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر يتعلق بحياة المرأة وبحالتها وبما اختصت به فقد كانت تسأل رسول الله ولا تسحي وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحي حينما يجيبها بما ينبغي أن يجيبها فيها وعلى كل حال أيها المؤمنون الحياء لا يأتي إلا بكل خير إذا سادف قيمة الحياة في المجتمع فإنه لن يكون هناك إلا الخير ما يكون هناك إلا ترك المعاصي ما يكون هناك والأصل القيم الأخلاقية من العفة من الطهارة من عدم الخيانة من الأمل كل أصلها الحياة فإذا وجد الحياة الحمد لله تتوفر كل القيم الأخلاقية المطوبة سادف قيمة حتى لن يكون هناك حياة حتى يجيبها في المجتمع حتى يحجبها حتى يحجبها في الحياة حتى يط sit down حتى يحجبها في حياة مع الإنصان وهي تخدش حياء الإنسان تلقى بنية موليد في وعية موريبة في وعية تسمع من الكلاب الصاخب ومن سفاسة في الأخلاق من صم الأذن يبصر إلى حدي لتدعى مقام اللوية بالسبب والشت فيما هو حكم المجاهرة بالمعصية والله كما كنت نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كله أمة معافة إلا المجاهلون بالمعصية مع كل ما يصاب بأيداء من أدواء المعاصي إمكانية الشفاء من هذه المعصية ممكنة جدا لكن الإنسان إذا كان عصا وجاهر بالمعصية وحاول أن يتحدى وأن يقول وممن سأستحي أو هناك أناس يستحي منهم فهذا قال فيه علماء الأخلاق إذا كان الإنسان يصل إلى هذه المرة فهذه أنه يصل إلى أكثر الناس وهو الذي لا يعتبر إنسانا والمجاهرة كما تكلمنا عليها عند الحديث عن المعصية قد تكون لأسباب لأسباب متعددة قد يكون هناك معنا من من سوء طبعه قال ناس تتحدث ولا يتحدث حتى هو معاهم في المعصية ولا ينشر في المعصية وما فعله قبلها قبله ليظهر مقامه وليظهر شجاعته وفتبوته فهذا ليس إذا كان الإنسان عصى ثم أصبح يتحدى يتحدث حتى ولو تاب من تلك المعصية فإن ذنب المعصية عود إليه لأنه حينما تحدث بها وأظهرها وكأنه يتحدى المولى وكأنه يتحدى المجتمع وكأنه يتحدى القيم الأخلاقية التي تبنى عليها ذلك المجتمع ولهذا إحنا ماذا بينا أنا قلتها في الأسبوع الماضي أنه أصبح الإنسان من سوء ما أصبح يدور في شوارعنا من سوء الأدب مع الناس مع الله مع المارة مع كل إنسان فهمتي وسط الإنسان أو قرب أنه إذا أراد الخروج عن بيتي أن يغلق أذنيه حتى لا يسمع ما يدور في الشوارع إحنا ماذا بينا أي أمتنا وخطبانا والدين والولدين في البيوت والأمهات كذلك والمربون في المدارس وفي المعاهد وفي كل بيت من بيوت العلم ماذا بينا يعاونون ويعاونوا في إمام فوق المنبر باش يحصلوا الأخلاق ويحاولوا باش يرجعوا ما كان في شوارعنا منك الاحترام المتبادل ومنك السماحة الموجودة بين الناس في التعامل إلى غير ذلك حيث هذه المجاهرة بالمعصية هي أكبر من المعصية باعتبار وتعتبر مرتين معصية مرة أولى حين أعصى والمرة الثانية حينما أظهرها للناس وتحدث بها وإذا نوى بذلك نشرها بين الناس وتعويد ناس عليها فله إثم آخر ثالث إحنا هذا سيد الفضاءات العامة الشارع المدس المستشفى أيها الله أنت شعفكش في الناس ولكن الغريب سيدي سمحت الشيخ أن البعض يبرر لهذا المظهر والبعض الآخر يغض النظر ومن المبريات السيدة اليوم ابنية تخرج قدام بوها ولا قدام أمها عارية في مظهر متبرج تقول لك زي اندادة وكلمة هذه السادة زي الناس هل هالكلمات هذه عمدهاش ضوابط شرعية سيدي وإحنا رسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا كلمة زي الناس وزي اندادة هي لحية حد مع الناس نمشى في الخير والله ما قامت دعوة الرسول الإصلاحية ودعوات المسلحين إلا لمحاربة القيم القيم الرذيلة والفاحشة والمنكر وتعويضها وابدالها بقيم أخلاقية نظيفة سمحة تعين المجتمع وتربيه على الخلق الكريم والخلق الطيب مما قد يظهر في المجتمع بعضها المظاهر السلبية متع التبرج ومتع ظهور البنت أمام والديها بزيل غير لائق وبلباس غير لائق وقد ينعكس هذا الأمر أيضا وقد يكون العكس وقد تظهر الأم أمام أبنائها ويظهر الأب أمام بناته وأبنائه بمظهر مزري هو يشجعي ربي الأطفال على تلك الحالة واليوم معناها هذه ينزيد ونظيف لهذا أنه ساد عنده كثير من الناس القول معناها أعمل كيف جارك ولا حول باب دارك وما نشحنا خير من ناس ومش هي خير من بنت فلان هاي بنت فلان كذا وهو فلان كذا لا يا بابا فلان هذك مش يتحاسب وحده يوم القيامة وانت ستحاسب بنفسك يوم القيامة هو مسؤول عما يفعل وأنت مسؤول عما تفعل ومن جريوش بعضنا ومن قلدوش بعضنا في الشر انقلدوا بعضنا ونتبعوا بعضنا ونأخذوا من بعضنا الخير والخلق الطيب أما أن ننساق في الرذيلة بعنوان أن أغلب أفراد المجتمع أصبحت تمشي في هذا الطريق فهذا حدثنا فيه الرسول وضعنا فيه ميزان عليه الصلاة والسلام وقال لا تكونوا إمعه لا تكونوا إمعه قال لي رسول الله اش كونوا الإمعه قال إلي معنى هيعمل كما يعملوا الناس يعني أنا مع الناس حيثما مشوا وحيثما صاروا أدم كيفهم ومعاهم اش قللهم من رسول صلى الله عليه وسلم ولكن وطنوا أنفسكم على فعل الخير وسيروا على منهج أهل الخير ولا تحاولوا أن تسيروا في طريق الظلالة في طريق الفساد في طريق المعصية بناء على أن الناس تفعلوا معنى ما تكونش إمعه معنى تتبع فين يمشي غيرك تتبع في أنت وين شخصيتك وين شهامتك وين دينك وين إيمانك هذا ليزمو حركك ويدفعك وين دفعك القانونك اللي تتبق في حياتك وتمشي معها ترضي ربي سبحانه وتعالى قبل ما ترضي الناس واللي معناها يحاول بشي يرضي ربي والله يرضي ربي وترضى عنه الناس ومن حاول أن يرضي الناس على حساب رضاء الله تعالى لا رضي الله عنه ولم ترضى عنه الناس أيضا ولهذا وطنوا أنفسكم على فعل الخير على الطاعة على الاحترام على الخلق الطيب على الحياء وما تكونوش وما تنساقوش وما تكونوش إمعه ويسيروا حيث ما صار المفسدون في الأرض لأن المطلوب أن أحسن الناس أن تحسنوا وين أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم نعم هذا هو المطلوب من المؤمن لو زدنا درجة سمحت شيخ إن شاء الله ما تكونوش صعبناها لكن نحن ما ننطلق من حياتنا الاجتماعية مما نسمع مما نرى مما يقال مما يشاع مما يذاع مما يتكلم فيه حتى في ندوات حوارية بعض الناس سيقول أن القيمة هذه عقد نفسية وهي التي كبلت الشعوب العربية والإسلامية على أنها تنطلق كمثيلتها في أوروبا لأن أوروبا ما استطاعت أن تدشن عصر الأنوار إلا ما عندما أسقطت جدار الأخلاق ومن هنا تأتي الحرب على قضية اسمها الحياة وأنه خلي الشباب ينطلقه وخلي الشباب يعبر على رأيه وخلي الشباب حر ويصبح العراء قيمة مدنية ويصبح معناها التجاوز أو التحدي الكبير أو التحدي الأب يصبح ديمقراطية وحوار الأجيال فهذا مما يتعددنا فهل نستطيع أن نقول حقا أن الحياة هو لا حق مقيم هل هي قيدة أو ليست بقيد الحرية في نظر الإسلام لا ينبغي أن تتطور وتتحول وتتبدل إلى أن تصبح فوضى وشيوع أخلاقي وسير الإنسان في الحياة كما تسير الحيوانات إحنا عنا عالم إنسان وعنا عالم حيوان عالم حيوان حر حرية مطلقة يتصرف حسب غرائزه وحسب هواه وحسب شهواته وأما بالنسبة العالم الإنسان أول ما خاطب ربي به ما خاطب فيه الإنسان إيش قال له ولقد كرمنا بني آدم وحمل ربي الخلافة ورب حمل المسؤولية إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان هذا الإنسان المكرم هذا الإنسان المبجل هذا الإنسان المعظم هذا اللي رب أعطاه معناها شيء مما في صفاته وإعطاه لهذا الإنسان هل يسير طبق ما يسير عليه الحيوان في الغاب أو له قانون آخر الإنسان له قانون ينبغي أن يسير عليه هذا القانون يحتمد على قيم أخلاقية يحتمد على أصول عقائدية وهذا قالوا في العلماء وحتى علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة بأن هناك في المجتمعات قيم قابل للتطور وقابل للتغيير وهناك قيم أصيلة قيم ثابتة لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل ولا يعتريها التجديد توقيع الأمانة والعفة والصلاح والخير والصدق هذه أقيم هل تتغير فهل يصبح الصدق معناها هل يصبح الصدق معرة ومذمة وهل تصبح العفة معناها رجعية وخصاصة أبداً والتعتبر الصدق معناها مذمة والكذب يصبح هو المحمد في الإنسان ألي قيم ثابتة كيثبوت القيم الإيمانية الله واحد قديماً والله واحد الآن والله سميع بصير قبل ألف عام وهو كذلك اليوم وكذلك غداً فالقيم الأخلاقية والقيم العقائدية هذه قيم ثابتة لا تتغير ترح الفضيلة لذيلة ولا يمكن أن تصبح الرذيلة فضيلة إذن نصلنا إلى تعقيق هذا وبيان هذا فأنا نقول بأن الأخلاق وقيمة الحياة هل هي قيد للإنسان وهي قيد للحرية وهي قيد معناها بالإنسان الإنسان يحب يعيش كيف الحيوان وكيف نقول فما ناس أصبحت تريد أن تعيش والله في مجتمع أقل من مجتمع الحيوان والله ما رأينا حيواناً ذكر يقترب من حيواناً ذكر هل يوم أصبحت معناها مطالبة هذه حصلت ووقعت وأصبحت تباقع في مجتمعات منحفة معناها في الغرب يجبوا هذه يحبوا يسحبوها علينا ويجيبوها لك قيمة أخلاقية ويطالبونا بالزواج المثلي وأن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة هذه قيمة أخلاقية هذه سفالة هذا انحطاط هذه رجعية هذا رجوع بعالم الإنسان إلى عالم الحيوان فلا ينبغي أن تختلط علينا القيم ولا الأمور فنعتبر الحياء قيداً ونعتبر الحرية معناها هي تصرف كما تحب وكما يعن لك هذا أبعد ما يكون فالقيام الأخلاقية قيم ثابتة وهي معناها إذا كان قلنا قيد الحرية قيد الحرية بمعناها الفوضى بمعنى الشيوع أما إذا كان ناخذ الأخلاق على أساس أنها قيم اجتماعية أصيلة وتنظم المجتمع وتحصنه من كل الفوضى الحيوانية فهذا لا ينبغي أن نقول بأن الحياة قيد لهذا فالقيام تنمي الحرية البناء لأن هناك حرية هدامة تهدم ولا تبني وهناك حرية تبني ولا تستطيع الحرية أن يكون فيها هذا المعول الذي تستطيع أن تبني به إلا إذا استمدت ذلك من القيم الأخلاقية فلا حرية بلا قيم أخلاقية لا حرية إذا كانوا أنزعنا القيم من الخلقية فلا نقوله حرية بل ينبغي أن نقول فوضى وعالم شاع فيه الخير والشر وتختلطت فيه الموازين ولم يكن هنا والإنسان والله لو وصلت الإنسانية إلى مثل هذا ما استطعت أن تعيشها نعم يقول فلتارق الغير إذا كان فلتارق الغير من سيحميني ومن سيرد زوجتي عن أن تزنى وعلى خادمي أن يسرقني حتى لو لم يكن هناك دين لوجب أن نفترض أن هناك دين فالمجتمعات لا تستطيع أن تحمي نفسها ذاتيا إلا من خلال قيمها الدينية ومن خلال قيمها الأخلاقية إذا الإيمان ضع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدين ربي بركي شيخ لو كان نطرح موضوع آخر معناه يكون أقرب للشباب وقضايا اليوم معناه في هذا العصر اللي انفتحت فيه وسائل الاتصال الحديثة وأصبح مثلا الشاب يستحي من الناس ولكنه لا يستحي من الله إذا اختلا بنفسه في وسائل الاتصال الحديثة عبر شبكة الأنترنت أو شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك نرى كثير من ما يمس بالحياء ويمس من حياء الشاب وحياء الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن نفسر هذا وكيف عالجها الإسلام في مخاطبته للإنسان وعقيدة الإنسان السوية والسليمة هو نسيته في الأسبوع الماضي ذكرت حديث أو قولة لبعض علماء الاجتماع وبعض علماء الدين وعلماء الأخلاق بأن الإنسان كيف يكون منعزل بنفسه يلزم أولا نعتبر أنفسنا برشة ناس يقول لك أنا في خلوة ولا يطلع علي أحد يطلع عليك علام الغيوب هذه عقدتنا وعندنا حط ميزان للأخلاق وللحياة هو أن تسحي حينما تكون مختليا بنفسك الذي تسحي أن يراك الناس وتفعله هو الذي ينبغي أن تسحي حينما تكون خاليا بنفسك إذا كان وهذا اللي يقولنا أصحاب النفوس العزيزة أصحاب النفوس الكبيرة أصحاب الأخلاق الرفيعة أصحاب الإيمان المشعة هذا ما معناها عمره ما يعتبر روحه هو وحده ديما المصاحب الملائكة من صاحبته المولى تعالى يرقبه ويطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا ربي طلع على خفايا الصدور حتى النظر الخائنة والنظر المقلوبة ليقصد منها كذا رب سبحانه وتعالى يعلمها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا يا سيدنا لقمان وقال يا حبي ربي ابنه يعلمه قالوا يا بني إنها أنت كون مثقال وحبة من خردل فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني قالوا لو كان اللي تعمل يكون مثقال ذرة ويكون في باطن الأرض واللي يكون في السماوات العلاء ربي يطلع عليه ويعلمه ويخبرك به ويضعه لك في حسابك ويضعه لك في ميزانك ويضعه لك في كتابك هذا إذا كانت ركزت العقيدة هذه في قلوبنا وهالشعور هذا في ضمائرنا ما حتى فم فرق بين أن تكون أمام الناس وتكون بعيدا عن الناس أو منعزل على الناس فالأمور كلها تستوي والحيي يسحي من نفسه ويسحي من ربه ويسحي من الناس والذي لا يسحي من الناس لا يسحي أيضا لا من نفسه ولا من الله سبحانه وتعالى إذن شيخ معناه إجازي لكلمك القيم الأخلاقية في الإسلام لها سلة بالعقيدة لا يمكن أن نفصل بين القيم وبين العقيدة الإسلامية هناك أيضا سمحت المفتي موضوع آخر قد يطرح ربما في خارج المناطق الحضارية تونس العاصمة أو المدن الكبرى وهي قضية حياء المرأة أحيانا قد يدفع المرأة يدفعها حياؤها إلى أن تستحي من والدها إذا أرغمها على أن تتزوج بما لم تحب كيف يمكن أن نتعامل مع هذاك ما هي الرسالة التي تتوجه بها للأولياء وتتوجه بها أيضا للمرأة حتى تعبر عن حقوقها دون أن يدفعها الحياء إلى كمد نفسها وكمد حقها الذي أعطاه الله إياه لابد من في الإجابة عن هذا السؤال من بيان مقدمة أخرى نقول لكل من يسمعنا ويصله صوتنا أنه إذا كان القاو ظاهر من الظواهر الاجتماعية المخالفة والمناقضة للإسلام فلابد من القول بأن هذا الإسلام بريء منه فالمجتمعات أو الأنظمة التي تحرم المرأة من ميراثها والتي تفرض على المرأة الزواجة بمن لا تحب وبمن تكره هذا يقول لهم خارج عن إطار الإسلام حشا الإسلام الإسلام بريء منهم ومن تصرفاتهم هذه تصرفات حسب العرف وحسب العادات التي تربوا عليها والتي تعودوا بها أما أن تكون إسلاما فهذا لن يكون إسلاما الإسلام أعطى للمرأة الحق وعطاها حريتها الكاملة في أن تعبر عن رأيها في اختيار زوجها واضح سواء كانت بالعكس معناه إذا كان في حديث الرسول المرأة إذا كانت ثيب معناه إذا كانت زوجة من قبل تلقت أو مات زوجها وتقدم إليها زوج آخر ليريدوا الزواج بها هل ماذا قال الإسلام في هذا تستأمر تستأمر معناها هي أميرة نفسها ولية نفسها تستأمر معناها هي لتأخذ قرارها الأول وبوها يتنبح ويمشي معها باعتبار أنها مرأة وأصبحت لها من التجربة الاجتماعية في الزوال ولها من الخبرة ولها من المعرفة ولها من العمر ولها من السواء ما يعرفها على حقيقة الزواج وعلى أن ما تقتضيه بيته الزوجية لذلك يقول لي عندها حرية أكبر في الاختيار الزوج وإذا كانت بكر إذا كانت صبية هل تزوجوا بغير إذنها وبغير علمها بناء نعلانه فما بعض الأبارك من وفه أنا عندي ابناء تعصيوا لي أمر ماذا أنت عندك ابناء تعصيوا لي أمر المقصود في الزواج هو أنت ولا بنتك صحيح أنت مقصود باعتبار ذلك بنتك وهناك وتعستها لقدر الله وتعسي الولدين ولكن هي اللي مش يدخل بها الزوج هي اللي مش يبنيها بيت معناهم بيش تنجب أطفال ومش كون عائلة وكذا كيفاش أنت تزوجها بما لا تحب الزواج بها وهذا إحنا نقلوه وعندنا أمثل في حياتي رسول الله عليه وسلم معناها الخنساء بنتي خنساء الشاعرة لا لا مش الشاعرة بنتي خدام هذه وقت اللي معناها أبوها زوجها وهي تظاهرت بأنه كان كارها لها الزواج جاءت لي رسول الله قلت رسول الله معناها أنا أبي زوجني بزوج معناها لا أريده ولا أقبله ولا أرتضيه فهل من الأمر شيء ما عندي شي حق بش أن نرفض الزواج قال لها لكي ذلك أعطى الحق في أن ترد هذا الزواج الذي أكرهت عليه وليست راضية به هي عند ذلك شوفوا كله نضج في المرأة الإسلامية حتى في العصول الأولى قالت له أنا والله يا رسول الله ما جئت لأرد عن أبي أمرا ارتضاه لي فيقابل إذن شيء قالوا أبوها وإقترحوا أبوها ولكن جئت باش نعلم نساء النساء بأن الإسلام أعطاهم حقهم في أن يختاروا رجالهم حيث المرأة من البداية والمسلم من البداية حاب يأسس لمجتمع تكون المرأة فيها عندها حق وعندها دور ونزيد نأكد ونزيد نقول وهذا ما نيش نحب نتفلق العواطر فلا نحبنا لست رجلا سياسيا أدعو إلى أي شيء إنما هذه هو الإسلام أي مجتمع يبنى على طاقة الرجال دون النساء والله لن ينهض المجتمع إذا كان ما تحركش وما تلقش بالاعتماد على المرأة ثم الاعتماد على الرجل أو الرجل ثم المرأة والله لن يستطيع أن يفعل شيء ولا أن يحقق شيء ولا أن يتقدم وهذا نقولوه لكل من يريد أن يجعل المرأة معنى عنصر ثانوي في المجتمع الحياة مسرحية الدنيا مسرحية أبطالها المرأة النساء وأبطالها الرجال ولن تنجح هذه المسرحية إلا بوجود عنصر الرجال وعنصر النساء أيضا وتوزع الأدوار يعني توزع الأدوار بين المرأة والرجل فهم يكملوا بعضهم مش يناقضوا بعضهم سمع الشيخ بارك الله فيك فيما بينت ثم قولة كثير للاندشار عند كثير من الناس يقولوا لا حياة في الدين والحقيقة بعضهم يستغلها لبيان أن هناك حرية مطلقة في جميع المواضيع نقاو مجموعة من النساء ويجتمعنا ويتحثوا حتى في مواضيع خاصة وعبارات غير أخلاقية في بعض الحالات نقاو حتى في مستوات أعلى في بعض البرامج في بعض المناسبات نتحدث عن خصوصيات الناس عن مشاكل الناس بعنوان الواقعية وعنوان حرية الإنسان أنه يعبر عن ما يريد فنرغب في معرفة حقيقة هذه العبارة أنه لا حياة في الدين وهل أن للحياة في الدين حدود معينة لا يمكن تجاوزها حتى لا يكون فوضى ولا يكون فتنة ولا يكون نشر الفساد وتجاهر بالمعصية على كل حال هذه أسألة في سؤال واحد نعم أنا نبدأ بما بقي في ذهني نعم استدركني بالنسبة الحياة الحياة من الدين نعم هذا صحيح لا لا حياة في الدين نعم لا الحياة في الدين الحياة هو الدين هو أسر الحياة هو الإيمان الحياة هو شعب من شعب الإيمان صحيح الحياة في قرين الإيمان لا يتم بخير قرنا أي الإيمان والحياة قرنا إذا ضع أحدهم أضع الأخ متلازمان فهما متلازمان فالقول المنتشر والمشهور بأنه لا حياة في الدين عند أكثر الناس هو أنه إذا كان هناك موجب للكلام وللسؤال وللمعرفة فإن الحياة وأن الإيمان لا يمنع من السؤال عنه هذه المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله إذا كان المرأة رعت ما يرى الرجل في المناء هل عليها من غصل فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رعت الماء فعليها الغصل هذه الحياة لا يجب أن يمنع الإنسان يسعى على دينه إحنا قالوا أسعى على دينك حتى يقولوا مهبور صحيح معنا كذلك بالنسبة للحياة ما يكونش حاجز ما يكونش مانع ما يكونش رادع يقول بعض رجال الإسلام قال فهو في مجلس علم وقال شاهد رجلا شيخا بعيد ويتوارى من أن يراه أهل الحلقة يستمع للدرس استحياعا كباش رجل كبير وهو ما يعرفش ويجب أن يتعلم فهمت أفضل من أن تكون جاهلا الجاهل هو اللي صحي منه أما أنك تتعلم وتعرف فهذا لا يمنعه الحياء منك وفيما عدا ذلك من إشعة المنكر والفساد لا 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 هذاك ليس من الدين ليس من الدين ليس من الدين ولا أن بغي النجاح ربه كما كنا نتكلم أختم بارك الله أقول قولي هذا وستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولي والدي ولي والديكم كل ذنب فستغفروه إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة